وبالمناسبة معايا زميلي العزيز محمد مراد المنصق الإعلامي لمنتخبنا الوطني من الكويت مع أسكر منتخبنا الوطني استعداداً لمباراة بلجيكا محمد مشرف ومنور محمد قولي تمن على مع أسكر منتخبنا الوطني في الفترة الحالية قبل المباراة بلجيكا يعني والله كريم الحمد لله الدنيا ماشى كويس من ناحية التنطيم من ناحية التدريبات الأمور ماشى كويس الحمد لله المنتخب زي ما نتعرف وصل اليوم الحد كان باستئبة الكويس من جانب الاتحاد الكويتي والذي كان في اهتمام إعلامي واهتمام جماهيري في المطار طبعاً مع وصول محمد صلاح طبعاً اللي اهتمام ذات للجماهير برضوك يعني اللي يتقروا على طول على صلاح وعايزين طبعاً نصوف صلاح في الملعب وفي التدريبات لكن الأمور الحمد لله مشهد كويس النهاردة التدريب النهاردة كان الأول يوم كريمي بقى المستخب مستمر بسقوف الأول مرضى في التدريبات بعد وصول المختارفين وكمان وصول مروان حمدي اللي وصل للنهاردة للصبح بعد إصابة عمر مردمولف وصدعاء مروان حمدي اللي وصل للنهاردة وشارك للتدريب النهاردة اللعيبة كلها 24 اللي كانوا موجودين في التدريب أحمد الشناوي حارس المرمى يعني الحمد لله سليم وكان شارك للتدريبات وشارك للتدريبات النهاردة بصورة الزيامة كابتن لويس مدارك فرس مرمى وأدى تدريبات الحمد لله بصورة جيدة نفس الأمر إمام عشور كان عنده مرضو كادمة في تدريبات مبارحة ولكن كادمة الحمد لله خفيفة وشارك للنهاردة في تدريبات بصورة طبيعية وشارك التعديمة وظهر من الصواة كويس كل الأمور الحمد لله ماشية بشكل كويس منتخب بلجيكة وصلوا لاهتمام الإعلامة زي ما أصاب كريمي يزيد يوم عن الثاني لإقبال على المباراة زي ما بنسمع نفيذ بل على التذاكر يعني كان حوالي 13 أو 14 ألف كسفرة مباعين يوم الحد يوم وصول المنتخب المصري ده ما شركة رعية أو مشركة منظمة المباراة للسنة يعني الحمد لله يعني في الشوارع برضو بتمشي تلاقي صور المباراة المباراة يعلن على المباراة صور مهم المصرية محطوظة على على البنارات في الشارع سواء أنني سواء محمد صلاح طبعا محمد شناوي أزيزو في صور مختلفة للعيمة موجودة في الشوارع في شوارع الكويت زي ما يعني تنويه للمباراة واهتمام كبير المباراة إن شاء الله نتمنى أن الأمور دي كلها في الآخر يعني تسفر عن اللقاء كويس نخرج بالنتيجة إيجابية وأمام منتخب طبعا من أقوى خمس منتخبات العالم في السنوات الأخيرة بيدوم للعيبة الكبيرة جدا زي بروي بن حضر لكن الحمد لله عندنا العيج بردو بأنه في السنوات أولا يحتل المركز الثالث في تطنيف أفضل العيج العالم محمد صلاح طبعا فإن شاء الله ماتشو يبقى كويس اللعيبة كلها عارفة أهمية اللقاء اللعيبة كلها في تدريبات مركزة ومركزة بسرعة قوية جدا على أمل أنهم يشاركوا في ماتش زي هذا بطور يا روي بطور الحقيقة أنا سمعك أنت تتكلم على حاجة مهمة أولا كريم إحنا في أي ماتش من ماتشات الكبيرة بنواب ندعي يا رب يا رب فعلا لكن الراجل الجاي أو ده أو التفكير بتاع اتحاد وفورة والاتفاق اللي كانت بين اتحاد وفورة وحازمة موري بطوريا يعني هو يبقى مشهورة لمدة أربع سنين عشان يطور الصورة في ماتش على جميع المراحل بس عارفة محمد بعد إذنك أنا بس ما كنتش بتكلم على فيتوريا وأنا فيتوريا من أكتر المدربين لها متفائل بيوم جدا وفكرة اللي أربع سنين كمان دي واحدة من أهم أهم الخطوات اللي يمكن عملناها في تاريخ الكرة المصرية إن في حد قرر يتعايد مع مدير فن المنتخب أربع سنين ده الطبيعي وده المفهوم بس هيح ما كنتش بنعمل كده قبل كده بس هي الحكاية مش بس مش بس مدرب لمنتخب مصر هي منظومة بالكامل لابد أن تتطور عشان في الآخر ما نشيلش فيتوريا المسئولية اللي قدر الله في أي إخفاق هي الحكاية مش مدرب ومستنينه يعمل سحر فضل انت فعلا يا كريم كلامك كله صح الحقيقة احنا عايزين نبدي من تحت اللي اهتمام يبقى اللي اهتمام بالناشئين من تحت يعني زي ما بقولك يعني مش عايز أقول أتاني مثلا سلجاده لما كان موجود معنا في متخبط أجيري قالك انتوا عندوكوا لعيبة موازة جدا لكن في بعض اللعيبة ما عندهاش أسيات كورت القدم اللي المفهوم يتعلموا وهم عندهم عشرة واثنة سنة فهذه كارثة وكارثة جيرة طبعا الحاجات المفهومة من ناشئين الحاجات تبقى أهم مرحلة بتتطور فيها أو بتبني فيها الناشئ فطبعا لازم نتفهم معك مع كلامك بمية كريم نحنا لازم نحتمي بكل التفاصيل مش من منتخب أول بس أو أحلي بس أو زمالك بس نازم نحتمي بالمنسح من أول أرضية الملعب لغاية المدارس لغاية الأكاديميات لغاية الأندية كلها عشان نشوف عندنا دوري ودوري مميز وكورة مميزة وليزعلك كريم أن أنت عندك الإمكانيات كل الإمكانيات اللي أنت تبقى يعني منتخب أو دولة متقدمة في كورة القدر هو اللي يجننك يا محمد أن أنت فعليا عندك كل الإمكانيات ودائما بنقول الجملة دي أن إحنا عندنا كل الإمكانيات عادة التقصير بيبقى تقصير بشري بدون أي داعي بصراحة ده حقيقة طبعا ومعاك برضو تمتطفق معاك تماما وكسة تغيير لكل شهرين ثلاثة السوق وكسة طيولات يمشي فعدها يظهر بشكل كويس فإحنا لازم نغار المفاهيم دي نتوب حتى التجارب لبرا تجربة الدولة للإنجليزية اللي حصل فيها ونطبقها يعني الحقيقة يعني مصر تستحية أفضل من كده سريم ستكون معاك تماما وتم وصراك عندنا مواهب كثير جدا جدا لكن ما بنعرفش نستغلها ما بنعرفش انتورها إن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى أفضل ونرجع لمصر منتخبنا إن شاء الله يعني تبقى تجربة كويسة وتبقى نتيجة إيجابية مميزة وتبقى حافظ اللعيب وتبقى حافظ في مصر روي في توريا وده جماهير وسكة الجماهير في منتخب مصر الثاني من أول وزديد قبل تصفيات أمة أفريكا في شهر ثلاثة إن شاء الله إن شاء الله زميل عزيز محمد مراد المنصك الإعلامي المنتخبنا الوطني أنا مشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة